في إطار الإجراءات الاستباقية لحماية الغابات من الحرائق وفي عمل تناسقي ما بين الحماية المدنية ومصالح الغابات تم وضع مراكز متقدمة على مستوى غابات معسكر تحسبا لأي طارئ وضع أجهزة أمنية بالغابات والأماكن الحساسة والآلة بالسكان بكل من الغابات المعروفة على مستوى والحساسة على مستوى ولاية معسكر مثلا غابة الزقور بالمامونية غابة ناظور بالمناور غابة نصمت بالهاشم وكذلك غابة شرفة بسيغ وغابة جبالية ببحنفية وكذلك بدائرة محمدية غابة الفراقيك وذلك لتدخل اللحظي والاستباقي والفوري في حالة نشوب أي حريق تسخيرات بشرية ومادية لضمان تدخل فعال وسريع لأي حريق تضمنه الحماية المدنية ومصارح الغابات من خلال عناصرها يوميا في عمل روتيني تجنبا لأي خلل تم وضع مخطط حرائق الغابات الذي يتمثل في تنصيب 17 برج مراقبة ب56 عون موسمي للحراسة والتدخل إضافة إلى وجود 15 فرقة متنقلة للتدخل بمتكونة من 86 عون بجميع الرتب كما تم إحصاء جميع نقاط المياه المتواجدة عبر الولاية من أجل تسهيل العملية والتي تمثلت في 48 نقطة مياه المراكز المتقدمة ومن خلال ما تقدمه من مهام استباقية تبقى خطوة أساسية أثبتت نجاعتها خلال السنوات الأخيرة بمعسكر لتجنب الحرائق والسيطرة عليها ترجمة نانسي قنقر